خزف الخزف هو صناعة متجذرة في تاريخ الإنسانية عرفها الإنسان البدائي وعرفت عدة تطورات هذية تطورات متفاعلة مع تطور التكنولوجي إذن الخزف هو حرفة، هو علم، وهو فن إذن التقسم الأهدف إلى ثلاث أقسام أساسية ما يسمى بالفرنسية أنسابواغ، أنسابواغ فاق وأنسابواغ أدخل تشمل المواد التدريس، مواد تطبيقية وهي ورشدة الخزف وكل ورشدة التي هي مرتبطة بالخزف مثل تقنية التعبير ومعارف وعلوم الخزف وأيضاً مواد نظرية مثل الفرنسية والإنجليزية وتاريخ الفن الخزفي وقراءة الأعمال الفنية بالنسبة للسنة الثالثة، ينجز الطالب مشروع تخرج وبما أن قسم فنون التشكيلية ضمن إجازتين إجازة أساسية، والإجازة أساسية تعتمد على إنجاز مشروع ضمن اختصاص معين، أما فن التاولة أو فن الخامة يسمى بخزف الأرضية أو خزف الإكساء، أو الخزف الصحي بالنسبة للإجازة الثانية، وهو الإجازة الأساسية ينطلق الطالب من إشكالية يختارها، تكون له رؤية معينة يكون له مفاهيم ومدونة مصطلحات مفاهيم يعتمد على مرجعيات الحق الألفنية خاصة المعاصف وينجز إما تنصيبة أو منذودة أو مجسم أي منهوتة ويكون لهذا العمل منتج لقيمة جمالية ذاتية لأن الطالب في هذه المرحلة مطالب بأن يكون له موقف جمالي تجاه ما قد اكتسبه من معارف ومن مفاهيم ترتبط بالعمل الفني مسابقة